المحاليل شكراً على العصير شكراً على العصير عفواً يا أبنائي ما أجمل هذا العصير إن طعمه لذيذ نعم يا خالد إن طعمه رائع هل هذا بسبب جودة الفراولة؟ جودة نبات الفراولة أحد العناصر ولكن هل تعلم أن هناك مكونات أخرى لهذا العصير؟ فبالإضافة إلى الفراولة يوجد الفراكتوز والماء هل تذكر عندما قمنا بإعداد عصير الليمون في المدرسة مع المعلم في أحد دروس العلوم؟ نعم هل تعلم أن هذا العصير يسمى المحلول؟ المحلول وما المقصود بالمحلول؟ المحلول هو مخلوط متجانس تتوزع عناصره ومركباته بالتساوي على المستوى الجزيئي دون أن تتشكل بينها روابط كيميائية وهل يعد المحلول مخلوطا يا سالم؟ نعم يا خالد فالمحلول نوع خاص من المخاليط يسمى المخاليط المتجانسة Homogeneous Mixture وتمتزج فيها المواد تماما وكيف يمكننا تكوين المحلول؟ سأشرح لك تعال معي إلى المطبخ لترى بعينيك هذا كوب من الماء وهذه كمية من الملح سأضع الملح في كأس الماء ثم أقوم بالتقليب ماذا ترى؟ ما هذا؟ لقد اختفى الملح؟ لا لم يختفي ولكنه قذاب تماما في الماء وكأنه لم يكن موجودا وتكون لدينا محلول الملح وما تفسير هذه العملية؟ إن هذا المحلول تكون بوضع المذاب على المذيب ثم التقليب فالمذيب هو المادة التي تذيب المذاب والمذاب هو المادة التي تذوب في مادة أخرى وتبدو كأنها اختفت إذن فالمذيب هو الماء والمذاب هو الملح هذا صحيح سأجري الآن تجربة أخرى سأقوم بوضع هذا المحلول على النار لقد بدأ الماء في التبخر نعم سأقوم بإيقاف التسخين انظر مرة أخرى إلى الكوب ماذا تشاهد؟ لقد تكون راسب في قاع الكأس ما هذا الراسب؟ إنه راسب من الملح وهو كمية الملح التي كانت قذابت في الجزء المتبخر تقصد أن الراسبة هو مادة صلبة تخرج من المحلول؟ نعم ويحدث هذا بسبب تفاعل كيميائي أو تغير فيزيائي وتسمى العملية التي نتج عنها خروج جزء من المذاب في صورة صلبة بالترسيب انظر هل تعلم ماذا حدث؟ لقد تحول الملح إلى مادة متبلورة بعد تركه لفترة مادة متبلورة؟ وما هو التبلور؟ هو عملية تشكيل للبلورات الصلبة من المحلول وتحدث بالطريقة نفسها التي تحدث بها عملية الترسيب التي شاهدناها منذ قليل وما الفرق إذن بين المادة المترسبة والمادة المتبلورة؟ الفرق بينهما أن المادة المترسبة تكونت نتيجة تسخين المحلول حتى الغليان أما المادة المتبلورة فتكونت بعد انخفاض درجة حرارة المادة المترسبة لقد استفدت كثيرا اليوم لقد تعلمت اليوم معلومات جديدة وهي المحاليل هي مخلوط متجانس تتوزع عناصره ومركباته بالتساوي على المستوى الجزئي دون أن تتشكل بينها روابط كيميائية المذيب هو المادة التي تذيب المذاب المذاب هو المادة التي تذيب في مادة أخرى الراسب هو مادة صلبة تخرج من المحلول بسبب تفاعل كيميائي أو تغير فيزيائي عملية الترسيب هي العملية التي حدثت نتيجة خروج جزء من المذاب في صورة صلبة عملية التبلور هي عملية تشكيل للبلورات الصلبة من المحلول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر